اشتركوا في القناة كل عام قد تحط 8.5 مليار للدولار لإنهاك المغرب وهذه 8.5 مليار للدولار علش كيخسرها العسكر للجزائر كرشوة على المنظمات الدولية وكيخسرها كرشوة على اللوبيات اللي كيحرقون في أوروبا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية باش يخلوا البروجيكتور دي منبراكي على المغرب واستغل أي قضية من القضايا دي الحقوق للإنسان بيدعوه حقا أن المغرب دولة يعني تعدوا من أبشعة ديكتاتوريات بين قوسين في العالم وهذه المنظمات الدولية وهذه اللوبيات الأمريكية والأوروبية كان لتدخلها ولبياناتها ولتصريحتها يكون عنده واحد صدو يكون عنده واحد مصدقية لو أن دوك البروجيكتورات دي لهم دوزهم أيضا وبركوهم على تيندوف لا يحدانة وبركوهم أيضا على الجزائر للوضع دي لها أكثر قتامة وأكثر سوداوية من المغرب صحيح؟ صحيح المغرب ماشي هو النورفينج وماشي هو السويد ولكن أيضا المغرب ماشي هو كوريا الشمالية وماشي هو الجزائر ولهذا يتعين علينا أن نضع أي طريح صادر على شيء أوروبي ولأمريكي ضد المغرب فهذا الصياق دي الاستغلال ورقة دي الصحراء لابتزاز المغرب وللمساومة عليه ثم يجب علينا أن نستحضر أي بلاغ يصدر عن شيء منظمة دولية تابعة للفلك الأوروبي وللفلك دي الأولايات المتحدة الأمريكية إلا وعنده علاقة بها اللوبيات اللي كتحركهم الجزائر كما قلنا يعني كتجي دلائل متعددة اللي كتزكي هذا الطرح الطبيعي في الحال نحن عشنا هاتشي عشنا في الأحداث دي السدي إفني عشنا في الأحداث دي القديميزيك عشنا في الأحداث دي الحسيمة عشنا في ما يسمى بذيك الوراقة ديال تروت الصحراء إلى آخرين واليوم كان عيشوه في واحد الحالة ديال تشويش على المغرب أو يعني تحررش به من خلال استهداف واحد جوج المؤسسات الأساسيين في الدولة المغربية ألا وهو القضاء والسجون بحيث يندر أن يمر يوم دون أن يصدر تصريح لمسؤول أوروبي أو أمريكي يندر أن يمر يوم دون أن تصدر منظمة غربية يعني تابع الأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية بيانا يتحرشوا بالمؤسسة القضائية ويتحرشوا بالمؤسسة السجنية في المغرب وكل هذه التصريحات أو هذه البيانات كنت تمحور حول محور واحد ألا وهو تصوير المغرب وكأنه دولة ما فيهاش قانون ما فيهاش مساطير ما فيهاش إدارة وبأن المغرب بين قوسين هو لا دولة معنى هذا أن نهيئة الرأي العام الدولي ليتقبل واحد الفكرة بأن هذا المغرب رأى بلد مستباح ويجب أن تتدخل الأمم المتحدة للإشراف على ملف الحقوق الإنسان وهذا الشرع عشناه سابقا في المحطة 2013 لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحت الإدارة أوباما وحاولت أن تمرر واحد المسودة تتمديد صلاحيات المينورسولي لإشراف على حقوق الإنسان في الصحراء من هنا هذه التحركات التي تقوم بها هذه المنظمة الأوروبية أو هذه اللوبيات الغربية بإعاز من الجزائر يجب علينا أن نبقى يقيدين كمغرباء لمواجهة كل هذه الخطاط التي تتحرك ضد المغرب وضد المصلحة القومية ثم ثانيا وأخيرا هو أن هذه المسألة التي تتبين بأن قضية الصحراء يجب أن تطوى طيّا نهائيا حتى لا يبقى المغرب عرضة للمساومة وعرضة للشنطاج وليلابتزاز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة